مع دخول فصل الشتاء وتزايد المخاطر المحدقة بمخيمات النزوح أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق أنه لم يعد بمقدور وزارتها دعم النازحين وتأمين احتياجاتهم بسبب قلة التخصيصات المالية على حد قولها قرار يضع مصير أكثر من مليون ومئتي ألف عراقي في المجهول لا سيما وأن معظم العائلات النازحة ما زالت بحاجة لمساعدات عاجلة بحسب مفوضية حقوق الإنسان التي أكدت عدم وجود أي مقومات مشجعة لعودة النازحين إلى مناطقهم بسبب غياب فرص العمل وتدهور البنى التحتية ويبدو أن ثلاثية الخوف والجوع والتشريد تطارد النازحين لا سيما وأن مناطقهم التي هجروا منها ما زالت غير مؤهلة لعودتهم بسبب حجم الدمار الذي خلفته المعارك والانهيار الحاصل في منازلهم التي لم تشملها أي عمليات إعمار فضلا عن افتقار تلك المناطق لأبسط الخدمات وتقول منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقرير جديد لها أنه بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على استعادة الموصل فإن كثير من البنى التحتية الأساسية قد تدمرت أو تضررت خلال المعارك مشيرة إلى معاناة منشآت الرعاية الصحية في الموصل وعجزها عن تغطية الاحتياجات خاصة أولئك الذين لا يملكون مالا للعلاج إما لأنهم فقدوا كل شيء أثناء الحرب أو لأنهم بالكاد يستطيعون توفير ما يحتاجونه للمعيشة الأمر ذاته ينطبق على العديد من مناطق النزوح في مختلف محافظات العراق فيما تعيش بعض المناطق واقعا أكثر سوداوية بسبب سيطرة الميليشيات عليها ومنع أهلها من العودة ليأتي القرار الحكومي الأخير للقاضي بوقف الدعم عن المخيمات ليزيد من مشاعر الألم واليأس ويضاعف من حجم المخاطر التي تهدد حياة شريحة واسعة من العراقيين شبه منسيين دفعت وما تزال ثمنا باهضا للفشل والتخبط في إدارة البلاد